موسمين عبالما نجمع بعض كده وعبالما الناس المحترمة الجميلة اللي موجودة معايا تكون عملت اللايك فنسخن ونقول ان رابطة الاندية المحترفة بتغرم النادي الاهلي مبلغ خمسين الف جنيه بسبب النزول الجماعي للجهاز الفني لملعب مباراة القمة الاخيرة للاعتراض على القرارات والاحتفال بالاهداف ونازل زبالك بيتم تغييمه سبعين الف جنيه بواقع خمسين الف للنزول الجماعي للعيبة والجهاز الفني زي ومساها الاهلي بالصبت برضو عشان بيحتفلوا بالاهداف وبتاعوا الكلام ده كله والعشرين الف علشان كاتيرون ما حضرش المؤتمر للايه الصحفي دول العشرين الف الزيادة مش عشان الجن بتاع مصطفى فاتحي ولا حاجة الناس يعني فرحة زيادة فدولهم عشرين الف زيادة لأ عشان ايه عشرين الف زيادة ماشي محمد عادل حكم لقاء القمة حكم محترم جدا وكان محكم للنادي الاهلي مباراة الاسماعيلي اللي فاز فيها اربعة شكله كده وشه حلو على الاهلي يعني المطشاط اللي بيحكمها محمد عادل للاهلي اربعات وخمسات يا معلم اربعات وخمسات بس ده مش هفعلوش مش هفعلوش انه جاي عيني يصيط نفسه رح لابس فلحيت هتقول لي ازاي هتقول لي ازاي هقول لك على التصريح بيقول فيه يعني انه ايه يعني بيوضح حتة تحكمية حتة خبرات تحكمية بتاع مش عايف ايه للناس هو ده المقصود من التصريح قال لك شعارت بتوتر لعيبة الزمالك تمام مش من التحكيم انما من النتيجة ما هو بيني وبينكو برضو التلات اهداف اللجوم يعني ايه يفقدوا اي حد التوازن بتاعه طقفين فيلم لبلب والسبعة اقلام الوقت تاع شكوكه وصراج الدين وبتاع مش عايفين فكان شكوكه بيدي صراج ده سبعة اقلام بس كان فرق ما بين كل قلم وقلم كان بيعملوا حدوتة ويغفلوا وبتاعه مش عايف لا التلات جوال كانوا تلات اقلام جايين ورا بعض يعني تلات تجوال في تسعة دقايق ما تلحقش تلمي نفسك ما تلحقش تشوف الدنيا فيها ايه كتير يعني تلات تجوال في تسعة دقايق كتير تلات اقلام يفقدوا اي حد توازنوا صراحة يعني مهم فرق الراجل حس بان لعيبة نجزة مالك حصل الله توطر من النتيجة الكبيرة في الوقت تلات دقايقنا فوهو في السماعات مع الزمله كنت بقول لهم ده ده كل ده تصريحات مين محمد عادل بس طبعا حتة لبلب والسبعة تعلام دي بتاعتنا ده تشبيه يعني مجازي انجاز للتعبير قالك احنا دلوقتي في مرحلة الاضارة ده عادل لسه الكلام على لسان سهل جدا اي حد يعمل اي حاجة كارت في كارت وطرد ويبقى انت لم تحتوي اللاعبين يبقى هو هنا النهاردة بيتكلم على مين بيتكلم على لعيبة الزمالك انه هم حصلوهم نوع من الارتباك والهزة وده بياخدوه في الدورات التحكمية بتاعتهم عشان المطش مايفردش منه عشان المطش مايهربش منه فالتوقيت ده بتاع الارتباك والهزة اي لعيب ممكن يعمل اي حاجة فبالتالي لازم عليك انت كحكم تحتوي الايه اللاعيبة تحتوي اللاعيبة لا ان اي حد سهلي جدا يخش تاك انزار تاك انزار تاك طرد المطش باز منك ده اللي يقصده انما مع مين ده انت عندك يا معلم قصودة قاعدين في النادي الاهلي سنين ودانهم وعيونهم وانيابهم للحاجات اللي زي كده اللي بتطلع ايه احتواء ايه بتجميلهم ويمكن انا قلتلكم في معرض تحليلي بعد المطش قلتلكم محمد عادل جامل المسلوسي في الطرد كان لازم ياخد اصفر في احمر كان لازم ياخد اصفر في احمر طبعا انتو عارفين ان احنا هنا بنقول الكلمة اللي ترضي الله ساعة الناس بتزعل من الكلمة وساعة الناس يعني لما بيكون الكلام عاجب الناس بتبقى مبسوطة لما بيكون الكلام مش عاجب الناس اهم بيزعلوا انما في الاول وفي الاخر احنا بنقول اللي يمليه عليها ايه ضميعي ويمكن حتى عشان هو يطلع من الحتة دي رح سمح بالتغيير سمح بالايه بالتغيير ويزيزه كمان بس يزيزه يعني ايه هي الدخلة فيها تهور انما لا طرقة لحتة الطرد المباشر يعني مثلا لا داخل مثلا باسترزات الجزمة مثلا فوطر اكيلس ولا مثلا عامل مثلا شلوت ولا واسق مثلا واخده من رقابته وننازل به مثلا واحدة مصرع روماني او واحدة براوليه او حاجة لا يعني تمشي بتاعزيزه تمشي يعني انذار ما فيهاش مشكلة المهم ادارة النادي الاهلي لسه منزل حالا بيان من شوية بتعرب عن انزعاجها الشديد من التصريحات اللي جاءت على اللسان حكم المباراة القمة الاخيرة في احد البرامج الازعية صباح اليوم واللي اشار فيها لشعوره بالتوطر لدى لعيب الفريق المنافس بعد الهدف التالت للاهلي ومن النتيجة الكبيرة وانه اضطر للتحدث مع مساعديه وابلاغهم انهم في مرحلة الادارة وانه سهل جدا اي لاعب يعمل حاجة في حاجة وكارت في كارت وبالتالي لا يمكن من وجهة نظره انه قام بحطواء اللاعبين في الظل التوطر اللي اصابهم كما ان تفسيرات الحكم في البرنامج الازاعي لبعض الاخطاء اللي ارتكبها لعيب الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاتي وفي هذا السياق يدرس الكابتب محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع القرى الموقف كاملا مع الادارات المعنية والعرض على مجلس الادارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي ما هو ايه الاتخاذ ما يلزم هي يعني انا اتصور ان ده بيان للايه يعني خلي بالكم حفظهم على ايه على الحكام وحفظهم على التصريحات اللي ايه اللي بتطلع واتصور يعني ان الامور لن يكون يعني يعني مش هتبقى اكتر من مذكرة تقدم لايه للجنة الحكام انا تقديري الشخصي حكم اللقاء ادار اللقاء بشكل رائع جدا اه الاخطاء بتاعته لم اه تتحكم في نتيجة لم تغير من نتيجة اللقاء محمد عادل حكم كويس اوي وما تنسوش ان برضو البرنامج عندنا هنا كنا من اوائل الناس اللي قلنا لحضراتكم اه ان محمد عادل هو حكم اللقاء قلت لكم محمد عادل هو اللي في الصورة وبعد كده براهيم نوريدين دخل شوية بس في الاخر ايه جيت اه قلت لحضراتكم ان محمد عادل هو اللي ايه اه اللي في النهاية تمام ترجمة نانسي قنقر